هذه أبرز العناوين ولم يشهد هزيمة الكونغو الديمقراطية منذ 2018 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رد الجماهير المغربية على تلميح خليل زيتش باستبعاد ياسين بونو عن المنتخب المغربية استمرت الجماهير المغربية في مهاجمة مدرب المنتخب المغربي وحيد خليل زيتش بعد خروجه الإعلامية في الندوة الصعفية التي عقدها من أجل الحديث عن الإخفاق الأخير في منافسة كأس أفريقيا بالكاميرون على يد المنتخب المصري في دور الربع وفي معرض حديثه في الندوة الصعفية تحدث خليل زيتش عن تصريحة بعض اللاعبين بعد الكان والتي فاجأتها باعتبارها تدخل في اختصاصاته وأضاف أن هذه العناصر لن تكون معانا مستقبلا التصريح فيه إشارة واضحة لحارس المنتخب المغربية سينبونو والذي عبر بعد السقوط أمام مصر أن المدرب مجبر على تغيير بعض الأمور من أجل التأهل للمونديال قطر المقبل هذا الأمر أعاد لأدهان المتابعين فترة تدريب خليل زيتش للمنتخب الياباني حيث قام باستبعاد أن دك لاعبين يعتبرون العامود الفقاري للمنتخب الأسيوية وبعدها وقبل مونديال روسي 2018 قرر مسؤول الساموراي إقالة المدرب وتحدثت الجماهير عن الأمر بغضب مطالبين تدخل الجامعة في أقرب وقت لأنه لا يعقل أن يستمر هذا المدرب في استبعاد الأسماء المتألقة الواحدة والآخر بعد أن حرم الجمهور المغربية من مشاهدة تلة من اللاعبين المميزين في كأس إفريقيا يتقدمهم حاكم زياش ونصير مزراوي وإذا تمت إضافة حارس إشبيليا ياسينبونو لهذه القائمة ولم يتم المنادة عليه في المعسكر المقبل فكأننا نسمح للمدرب بإغراق المنتخب أكثر ما هو غارق الآن أو كانت في أعارض من الجمهور قد طالبت بإقالة المدرب وحيد خلال الزيتش بعد الخروج المر من منافسة كأس أفريقيا من دور الربع خبر صار للجماهر المغربية بخصوص إقالة وحيد خلال الزيتش مدرب المغرب ذكر موقع اليوم 24 أن إمكانية إقالة وحيد خلال الزيتش من منصبه في الوقت الراهن غير مطروحة وذلك لقرب موعد الدور الفاصل من تصفية كأس العالم قطر 2022 والذي ستنطلق أطواره الشهر مارس المقبل وحسب نفس المصادر فإن هناك إجماع بأن المدرب البوسني خلال الزيتش لن يستمر ناخبا وطنيا بعد مبارتي الدور الحاسم سواء تأهل المنتخب الوطني أو أقصي على يد الكونغو الديمقراطية وأضفت نفس المصادر بأن أول اجتماع سيكون بعد مبارتي الدور الفاصل من تصفية كأس العالم قطر 2022 سيتم معقده في الأسبوع الأول من شهر أبريل لاتخاذ هذا القرار والاستغناء على خلال الزيتش وكان خلال الزيتش قد قال في الندوة الصعفية التي عقدها بغية الحديث عن إخفاق المنتخب الوطني المغربي في كأس الأمم الإفريقية قال إنه لا منع لديه في الرحيل إن كان هذا الأمر سيريح الكل مستدركا كلامه بالقول إنكم متسرعون كثيرا في ترحيلي دعوني أولا أقوم بتأهيلكم إلى كأس العالم وإن أخفقت في ذلك سأذهب من تلقاء نفسي ملعب الشهداء الذي سيحتضن مباراة المنتخب المغربي عشب إصطناعي ويتسع لـ 80 ألف متفرج ولم يشهد هزيمة الكونغو الديمقراطية منذ 2018 أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكورة القدم السامسة الجمعة أن الاتحاد الإفريقي لللعبة سمح له باستقبال المنتخب المغربي في ذهاب الدور الفاصل بتصفية كأس العالم قطر 2022 على أرضية ملعب الشهداء الواقع في العاصمة كتشاصة وكان الملعب قد أغلق أبوابه قبل السابيع لإجراء بعض الإصلاحات أبرزها تقوية الإنارة حتى يكون قادرا لإجراء المباريات ليلة إضافة إلى وضع اللوازم المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد فارا وهو الشرط الذي فرضه الاتحاد الدولي في فعل المنتخبات التي ستخذ مباريات الضور الفاصل للإستقبال مباريتها في بلدانها ويتوفر ملعب الشهداء على عشب إصطناعية تم تجديده قبل قرابة أربعة أشهر علما أنه استقبل مبارته الكونغو الديمقراطية ضد مدغشقر والبنين في الضور الثاني لتصفية المونديال ويتسع الملعب لـ 80 ألف متفرج وقد بدأت بيت الكراسي قبل أشهر قليلة فقط وتعتبر الكونغو من بين البلدان التي أعادت فتح ملعبها في وجه الجماهير إلا أن مباريتها الثلاث داخل الميدان في الضور الثاني لتصفية كأس العالم أجريت بدون حضور الأنصار بعد أن رفض الكاف طلب دخول المشجعين ضد تنزانيا ومدغشقر والبنين وسبق للمنتخب المغربي اللاعب في عشبين إصطناعية وكان ذلك شهر مارس الماضي ضد موريطانيا في تصفية كأس أمم أفريقيا 2021 حينها اكتف رفاق أشرف حكيمي بنتيجة التعادل السلبية ونجح المنتخب الكونغولي في البقاء بدون هزيمة على ملعب الشهداء لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ويعود أخير سقود على الأرضية لشهر أكتوبر من عام 2018 عندما خسرت ضد الزمبابوي في تصفية كأس أمم أفريقيا 2019 وبقيت الكونغوليط الديمقراطية بلا هزيمة في هذا الملعب لست مباريات متتالية محققة أربع انتصارات وتعادلين تجدر الإشارة إلى أن مبارته الذهب والإيابة الخاصتين بالدور الفاصل ستجريان خلال الفترة ما بين الواحد والعشرون والتاسع والعشرون من مارس القادم وسيجر لقاء العودة في المغرب مأساة الطفل ريان توحد العالم ونجوب الكرة يعبرون عن تضامنهم سادت روح التضامن والتأذر من مختلف شرائح المجتمع المغربي والدولي خلال الساعة القليلة الماضية مع المأساة الحقيقية التي يعيشها الطفل ريان العالق بحد الآبار دواحي مدينة شفشاون منذ حوالي أربعة أيام وتتواصل حملة إنقاد ريان منذ أربعة أيام دون توقف على أمل الوصول إلى الطفل الذي بات حديث الساعة كما انتفى الجميع في حملة تضامن واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينهم مشاهير كرة القدم على غير أشرف حكيم وغريد محرز وآخرين وعرب حكيم ومحرز عن أملهما في إنقاذ الطفل المغربية من خلال تدوينات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى العداء المغربية السابق يشام القروج والنجم المصري المعتزل محمد أبو تريكا وغيرهم كما انضم إلى حملة التضامن مع الطفل ريان كل من الفرنسي هيرفيرينار مدرب المنتخب المغربية السابق كما اختار العديد من نجوم كرة القدم الوطنية والعالمية عبارة ريان ابقى قويا مؤكدين تضامنهم مع الطفل الصغير وعرفت حملة التضامن الواسع مشاركة جلي لعبها المنتخب الوطن المغربية على غير ريوسفن سيري ورومان سيس وسليم أملاح ونيف أكرد ويسين بونو ويعيش المغرب حالة من الترقب بعد أن وصلت فرق الإنقاذ للمراحل الأخيرة من عملية الحفرة للوصول إلى ريان الذي تشير أخر التقارير الإعلامي على أنه لا يزال على قيد الحياة ويصارع من أجل بقاء على أمل إنقاذه وإسعاد الجميع من مختلف الجنسيات الذين وحدهم ابن إقليم شفشاون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر